أزمة مالية خانقة تعصف بملايين العراقيين في ظل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لما يزيد عن شهر ونصف حتى الآن مسؤولون حكوميون يبررون ذلك العجز بقلة الإيرادات النفطية لهذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتزام العراقي بقرار منظمة أوبيك بشأن تخفيض الإنتاج اليومي غير أن برلمانيين يؤكدون أن تلك المباررات ليست مقنعة وتنطوي على كذب حكومي إذ أن مجلس النواب منح الحكومة صلاحية اقتراض 15 تريليون دينار من المصارف المحلية لتأمين رواتب الموظفين وكان من المفترض أن يكفي هذا المبلغ نفقات الموازنة التشغيلية لخمسة أشهر حتى نهاية تشرين الأول من العام الجاري إلا أن نفاد مبلغ القرض خلال ثلاثة أشهر فقط يعد أمر مستغربا ويطرح كثيرا من التساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بتخصيص المبلغ لرواتب الموظفين وبحسب محللين فإن تذرع الحكومة بنقص السيولة النقدية يشي بأن هناك شبهات فساد في الأمر فالمبلغ المخصص لصرف رواتب خمسة أشهر نفد خلال ثلاثة أشهر فقط والحكومة لم توفر أي درجات وظيفية جديدة لتعيين الخريجين ما يعني أن المبلغ المخصص للشهرين المتبقيين من هذه الموازنة ذهب إلى جيوب الفاسدين بدلا من صرف رواتب الموظفين وأمام ما يؤكده النواب من أن نسبة العجز في الموازنة للعام الجاري قد بلغت ستين بالمئة فإن ذلك ينذر بكارثة اقتصادية قد تودي بالنظام السياسي وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من ملامح الدولة في العراق ما يؤكد أن البلاد بحسب أعضاء في اللجنة المالية النيابية ذاهبة إلى الفوضى الشاملة